وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وتمكنت للوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 258 قضية تمونية بمضبطات بلغت قرابة 27 طن مواد غدائية وغير غدائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 5 أطنان سلع غدائية وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغدائية وغير الغدائية تم ضبط قرابة 17 طن وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 289 قضية من بينها 95 قضية خبز ناقص الوزن ومائة وخمس عشرة قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجالي ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة التوريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 9 قضايا بمضبطات بلغت قرابة 40 طن أقماح محلية ترجمة نانسي قنقر